كل سنة حضراتكم طيبين نهارده 17 رمضان خلاص كلها كم يوم هنسمع والله لسه بدر يا شهر الصيام نهارده أو السنة دي أول سنة نصوم رمضان بهذا الطقس المتقلب يوم الجمعة اللي فات كان الجو برد جداً مبارح كان الجو حر جداً ودرجة الحرارة وصلت لتسعة وتلاتين كمان فيه كمان كم يوم هيكون فيه منخافض جون احنا غالباً كده يا جمانة بنعيش كل فصول السنة في هذه الأيان صحيح صحيح جازلي فعلاً يمكن رمضان السنة دي مختلف رمضان متقسم كده السنة دي أول أسبوع كان حر جداً تاني أسبوع كان برد الأسبوع ده مكس يوم برد يوم حر كمان تحديداً زي ما جازلي قال مبارح كان يوم حر جداً وهيئة الأرصاد كمان كانت نصحت الناس أنهم ما يتعرضوش بشكل مباشر لأشعة الشمس النهارده فيه انخفاض في درجات الحرارة يمكن هنتكلم أكتر عن درجات الحرارة والتقس بشكل عام لكن كمان شوية لكن يعني الأسبوع ده بيرضي كل الأزواء كل الناس انت حر ولا برد ولا إيه لا طبعاً كل الناس برد يعني هو في حد أزوه فيه ناس تحب الصيف فيه ناس بتحب جداً الصيف صيام لازم يكون في البرد يعني صيام مش عايزين شمس عايز يعال يكون فيه ناس متهوى بس لكن على قدر المشقة بيكون السواء طبعاً أكيد عايز أقول لناس أن الصيام في هذا الحر أكيد فيه مشقة على الناس كتير جداً فيه ناس مهنتهم بتحتم عليهم ويكونوا موجودين طول النهار في الشارع بيتعرضوا لأشاعة الشمس فيه ناس شغالين في ورش حدادة فيه ناس شغالين في مكان بيتعرضوا للنار بشكل مباشر كل ده زي ما كنا بنقول ليه ثواب عظيم جداً وليه أجر عظيم جداً عند ربنا سبحانه وتعالى صحيح يا شازي ممكن كمان دار الإفتاء قالت الكلام ده من كم يوم وأكدت أن الصيام من أفضل العبادات وليه أجر عظيم عند المولى عز وجل لكنه كمان في شدة الحرب يكون ثواب وأعظم لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه الحديث القدس الشريف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني دي عبادة ليها خصوصية وليها ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى وعلى قدر المشقة بيكون الثواب عظيم منصبح على حضراتكم طبعاً كل سنة وحضراتكم طيبين دايماً في رمضان يعني إحنا بنسبلنا رمضان لي خصوصية وكل يوم لازم نقول بعد كل سنة وأنتو طيبين لكن يعني فتع على رمضان طبعاً يعني 17 يوم فاضل زي ما أنت قلت كده يا شازي أيام قليلة ونغني وللأسف لكن خلينا نبدأ مع حضراتكم النهار ده حلقة صباح الخير يا مصر منصبح عليكم مرة تانية